ازاي تعرف ان الشخص اللي قدامك ده بيخفي مسدس انتشرت في الاونة الاخيرة اعمال عنف كتير في مختلف بلدان العالم استدرت طبعا حوادث اطلاق النار قائمة اكتر الحوادث حصدا للارواح من المدنيين وعشان كده لازم تكون منتبه وتخلي بالك من اي شخص مشبوه لانه ممكن يكون بيخفي سلاح ناري او مسدس ودي بعض النصاح والارشادات اللي بتقدمها شرطة مدينة نيورك واللي هتماكنك من اكتشاف مسبب المشاكل المسلحين قبل وقوعها اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو اول مرة شوفنا ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وده دعمك لنا اول حاجة المشاكل غير متزنة في الغالب يؤدي وجود سلاح مخفي في الجيب الايمن او متسوس في الجنب الايمن من حزام الخسرة ليعاقد حرقة السياق على الجانب ده وده بيجعل الخطوة اليمنى اقصر من اليسرى وكمان التأرجح القصير للزراع بيدل على وجود سلاح مخفي الشخص اللي بيخفي سلاح هتلاقي ساعد اليد على الجانب قريب من الجسم علشان يحمي السلاح بتاعه حركة الجزء العلوي للجسد لو قربت كده من شخص من الجهة المقابلة لشخص بيخفي سلاح هتلاقي لف جسمه تلقائيا بعيد عن الشخص اللي بيقرب منه وحتلاقي لف على الجانب المواجه وجها لوجها واحتمال كمان يلف ذراعه نحية جسمه من نحية السلاح حركة سريعة لتعديل موضع السلاح السلاح صمم بطريقة تجعل من وزن موزع بطريقة غير متسوية الهروب من المطر وقت الجري في شرع مزدحم أو نحو مأوى وقت اهتول المطر من المرجح أن يقوم الشخص اللي بيخفي السلاح بتثبيت السلاح بذراعه أو إيده ملابس لا تلفت الانتباه الملابس اللي بيتم ارتداءها لغرض إخفاء الأسلاحة في الغالب بتكون غريبة جداً أو غير مناسبة أو مخالفة للموسم أو الفصلة من الممكن أن هي تلفت الانتباه للشخص اللي بيرتديها كما حول منه لتجنب التدقيق ويمكن تكشف نظرة فحصة عن حركات أو علامات مميزة أخرى لمسدس مخفي مظهر الملابس الغالب منتظم في حال لو كان واحد من جوانب السوتراء بيتدل أكتر من الثاني وبتأرجح زي البندول مع كل خطوة ممكن ديتدل على وجود مسدس مخفي وضع اليد على السلاح بيميل الشخص اللي بيخفي السلاح لتلمس السلاح بإيده باستمرار من خلال الملابس للتأكد من وجوده انتفاخ جعبة السلاح بيظهر السلاح المخبأ ضمن جعبة خاصة على شكل كتلة نحية الخسرة أثناء الانحناء أو مد الزراعين الثياب الغير منسجمة معطف كبير الحجم أو غير مناسب لباق الزي ممكن يدل على محاولة الشخص لإخفاء شيء تحده واللي ممكن يكون سلاحه ملابس لا تناسب الطقسة اللي بيخفي السلاح ممكن يلبس معطف مفتوح في الطقس البارد بهدف الوصول السريع للسلاح عند الحاجة أو سترة مغلقة في الطقس الحور بغرض إخفاءه عن الآخرين لحد هنا وصلنا لنهاية حلقتنا يارب تكون استفدتم منها وعجباتكم لو أول مرة تشوفنا اعمل لك الفيديو واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحديد ر حاليا شكرا لزدف اللهم شكرا لزدف الان ترجمة نانسي قنقر